مرحبا بكم في عنا الطبخ ليلة ان شاء الله في هذا الفيديو غدي نقدم لكم بريوش بعجينة كجيل ديدة بزافة هشيشة وخفيفة غدي نقدم لكم ثلاثة الانواع ديال البريوش او ثلاثة الاشكال بنفس العجينة كنتمنى انها تنال اعجابكم خليكم تابعوا معي المكونات وطريعتها غدي مدعو لبركة الله بالمكونات ديال هاد البريوش هادالي غدي نحتاج فيه عندي هنا جوج معال العكبار ديال زبدة تكون بحرارة المطبخ فاني تمنيه جرام ديال خميرة الحلويات او الكيس كامل عندي ثلاثة المعال العكبار ديال السكر سنيدة بالنسبة للسكر ممكن تزدو اولاد نصو على حسب الرغبة عندي جوج معال العكبار ديال الحليب بودرة بالنسبة للحليب ممكن تستغنوا اليه في بلاصة ما تعجنو بالمدافي تعجنو بالحليب دافي يعني الحليب اللي كيكون سائل عندي معالقة كبيرة ديال خميرة الخبز او خميرة فورية غدي نحتاج بيضة بالنسبة البيض ديال البيض غدي نديرو في العجين والاصفر غدي نحتفظ به للنهاية باش نزين به البريوش ديالنا وعندي واحد نص رسمعي الاصغيرة ديال الملحة والمدافي في طبيعة الحال غدي نحتاج تقريبا خمسمائة جرام ديال الطائع الفورس اول حاجة غدي مدابا غدي ندير السكر يعني كندير تعريبا جميع المكونات في مرة واحدة وكنديرهم يتعجنوا غدي نضيف خميرة الخبز او خميرة فورية كنضيف شوية ديال الماء المدافي ما يكونش تخون تتعاف ممكن الى كان عندكم الوقت تخلطو هاد المكونات بوحدهم وتخليوها ترتاح انا ماديش فوقت غدي ندير كل شي في مرة واحدة بدرت بودرة الحليب غدي نعزل صفر ديال البيض على البيض دياله وغدي نضيف بيض لعجين ديالنا ضفت كذلك واحد رسمعي الأصغيرة ديال الملحة غدي نضيف فاني غدي نضيف اجمع العقبار ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ هاد الزبدة هادي هاي اللي كتخليلينا البريوش ديالنا اجيشيش داروري منها كتجي حسن من الزيت وده بغادي نخلط اذاك المكونات مزيان ونضيف 500 جرام ديل طايع اولا نسكيرو ديل طايع بالنسبة نص كيلورة كتخرج لكم كمية كتيرة ممكن تديرو شكل واحد اولا تديرو كيف غادي ندير انا ثلاثة ديل الاشكال غادي نضيف 500 جرام وقد نضيف الماء بشوية بشوية حتى كتجمع لي العجينة العجينة خصتها تكون مرخوفة ما تكونش عاصحة وما تكونش كتلصع في اليدين بالساف يعني تكون مرخوفة وصاف فاش تديرو فيها سبعكم ما تلصعش لكم في ايديكم الى الساعة كتلصع بحد شوية غادي نضيف 8 جرام ديل خميرة الحلويات وغادي ندير في العجانة ممكن تعجنوها غير بايديكم بالنسبة لي انا غادي ناجنها في العجانة غير رخصكم تلكوها مزيان وصافي من بعد مما غادي تعجن غادي نخطها بالسلوفان ونخليها تخمر يعني احتكي الضعف الحجم ديالها ونرجع معكم ان شاء الله صافي احنا كيف كتشوفوا الحجم ديالي خالط ديل العجان ديالي بضاعف بالنسبة للسلافة اللي يدرس فاكنت هنا بشوية تزيز بشميل سعش لنا وصافي كان نخوي منها ذاك الهواء اللي فيها كامل وغادي نقصمها كيف غادي نشوفوا معايا في البلاسة اللي غادي نخدم فارش يتفع شوية ديل غادي ناخد العجان ديالي غادي نقصم خمسة ديل الكورات صغار كيف غادي نشوفوا معايا هنا كيف كتشوفوا غادي نقصم العجين ديالي غادي ندير خمسة ديل الكورات واللي شاطلية غادي نديرو كويرات صغار باش ندير كريسات صغيرين اللي غادي نعمرهم بالشوكولات ديل الدهن بعد ما كملت العجين ديالي كيف تشوفوا كيف قصمتو كناخد الكورة الليولة كنسرحها بالمدلك دائما نرشو شوية ديال الطائع كنسرحها بالمدلك غاوحد شوية مشي بساساف غادي نحطها الى الجنب وناخد كورة اخرى نسرحها تهياء بنفس الطريعة هنا كيف كتشوفوا كأخذيت شوية ديالزبدة كندهن العجين الليول وكنحط فوقها العجينة اللي يدرنا في الثاني عندما كيف كتشوفوا غادي نحطها من الفوق غادي ندهنها مرة اخرى بالزبدة وغادي نسرح الاجينة واحدة اخرى يعني خمسة ديالقورات كاملين كند السامر كلها واحدة كنديرها من فوق اخرى كندهن بالزبدة الا الكورة الاخيرة ما كندهنش من فوقها بالزبدة كندخلها بحل هكاك غادي ناخد الكورات الصغار ديالي وغادي ندير في مرة اخرى غادي نسرح غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكورات اللي عندي بخمسة ونرجع معاك غادي ناخد الكورات الصغار ديالي وغادي ندير في مرة اخرى صغيرة ديال الشوكولات ديال التهن ممكن تقودوا بكم فتير او لا تخليهم خاوين كي يجي ولدات بالساف انا حاولت نكتر شوية ديالشوكولات على حسب الوليدات وصافي وكن نجمع العاجين الوسط وكن نشكلها مرة اخرى لشكل كورا وغادي نحطهم فلاطة وغادي نحطهم فلاطة كيف سبقلية ذكرت فلاطة اللي كان بعده واحدة لا واحدة ما نخليهم مش ملاسعين حيث غادي نزاد الحجم ديالهم وغادي نغتهم ونخليهم يخمروا غادي ندوز الكور العاجين اللي خليتو يرتاح غادي نحاول نسرحه بشكل دائري وغادي نخليه يعني في واحد جوز سنتيمتر في العرض قريبا اولا في السمك دياله صاف دبا نرى سرحت العجينة ديالي انتم ما شوفوا السمك ديالها دبا غادي ناخد موس ديالبيتزا اولا موس العادي وغادي نقطع موت اللاتات قريبا تمانية ديال موت اللاتات لها يخرجوا ليا ولكن غادي اشيطو ليا وحد ربعة ديال الموت اللاتات كيف غادي نتشوفو عفوان غادي اشيطو ليا غير جوج مت اللاتات موما انا غادي كيف غادي تشوفو معايا غادي ندير كنقصم كله مت اللاتات لجوج نعم بعد ما حصلت على ثمانية ديال الموت اللاتات كناخد واحد معايا اكبيرة معايا اصغيرة ديال الشوكولات الخاص بيددهن وغادي نصرحو بشكل طولي كيف كتشوفو معايا تابعوا معايا هاي الطريقة اللي ساهلة وبسيطة هنا اخديت هاد مول ديال كيكا غادي ندهنو بالزبدة كندهنو الجناب كاملين باش ميل صحشلين وغادي ناخد موت اللات اللويل بحالة غادي نشكلو كرواصة اللي كتكون بحال هاكا يعني كم علوي وكنجبت هادك الراس ديال العجين بحال هاكا بحال الطريقة اللي كتشوفو معايا غادي نكمل كلهم ديرون بنفس الطريقة ونرجع معاك كيف هاتشوفو شكلتم بها الطريقة كنناخدو كل واحدة غادي نقصمها على النص هانتوما الطريقة واضحة كنحاولو ندبحو الكرواصة ديالنا من حاولو ماشي غادي نحطو طرموس ووراكو بشكل ديالها يبقى علينا معاد الجيهة اللي كتكون فيها الشوكولات يلي كتكون على برا هانتوما كيف هاتشوفو معايا ونحاولو نقربوهم شوية باش فياش يتنفخوا جيونا عالين ويجيونا لاصعين مع بعضياتهم حالا كنصيبو في الشهده طف غادي نصامر بالنفس العماليين نكمل نقطعهم كاملين ونديرهم في ذاك المولد اللي كي ندور يعني حتاك الدورة كاملة ونرجع معاك طف مبعد ما كملت الدورة كيف كتشوفو غادي نقطعهم خلات الخمر بالنسبة للجوش متلاتات اللي باولياره كبار عصمت كلها متلات على جوج وشكلت به كروات كيف كتشوفو معايا بنفس الطريقة اللي يدرت بها هاد البريوش اللي يدرتو في المول دي الكيكا دابا غادي ناخد الصفر دي البيضة بطبيعة الحال من بعد مما خمر البريوش كله غطيته وخليته اختح خمر وضعه في الحجم دياله خديت الصفر دي البيض تستعلي شوية دي الخل اولا دي الحليب اللي متوفر عندكم وغادي ندهن القروس ديالي بصفر دي البيض غادي نرشو بشوية دي اللوز مهرمش ممكن ترشوه بالزنجلان اولا اللوز ايفيرين اللي متوفر عندكم تومة اولا تخليوه هكا بلا ما ترشوه ليهوالو وما غادي ندهنهم كاملين بالنسبة للفران درتوكي سخول درجة الحرارة تكون متوسطة في الاول كنشاء الغرل تحت حتى كيبانو الي بدوو تتحمروا بالنسبة لي انا تحمروا لي وخم شاء الشاء اللي ملفوع تحمروا كاملين الى بل يكون مازال ما تحمروا كتتطبطوهم يتحمروا شوية من الوجه ديالهم هنا كيف كتشوفوا اه رشدة اللي مشي ديال اللوز مهرمش وصف غادي ندخلهم فران طلعوا ان شاء الله مش نوريكم الشكل النهائي موسيقى وبالنسبة لهذا اللي في المول ديالكيكا سوف ندهنوا بنفس الطريقة كندهنوا بصفر ديال البيض معها شوية الخل او للحليب وغادي نرشأ ليهم اللوز مهرمش وصف غادي ندخلهم بعد ما نخرج لطلولا غادي ندخل هذا طيب ونرجع معكم ان شاء الله موسيقى 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 اي حاجة في المخبوزات ايه ما الأفضل فاشي طيبوا اغطوهم مباشرة وخليوهم ترجع اليوم ديك سخوني وكيرطابوا كتر هانتو ما شوفوا كيف الشيجي يجي الشيش هادك اللي صيبت في المول ديالكيكا غادي ندووز واحد لموسيق للجنب غا باش نتأكد ان الشوكولات ملاسقش هانتو ما كيف كتشوفوا هرا ملاسقش نهائيا وغادي نقلبو في الطبعة موسيقى هادي نوريكم كيف كي يجي حتى من تحت ديالو انتو مر متخافوش منو انو يلصع عليكم نيهائيا غير دهنو المول ديالكم بالزبدة صافيو غادي جي مزيان انا غادي نقلبو بكل سهولة وغير بشوية حس كيكون هشي جدغي غادي تهرس لكم يوصفي هذا والشكل النيهائي ديال بريوش ديالنا كي جي لديد مضاعا وكي جي زوين في المنطقة نخليكم هنا ونطلعوا ان شاء الله فيديوهات جداد مع وصفات جداد بإذن الله نخليكم في أمان الله اشتركوا في القناة